موضوع المراكز التجميلية أنا ما أعرف حينثار الحديث عليك موضوع لا 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 وإلا كان جبت لك وليسمح واري بس اسمح واري دعطيك هذه المعلومة فضل يعني إذا أدري هذا الموضوع كان جبت لك كم هائل كلوات من الأوراق اللي نقابة الأطباء المراكز التجميلية اللي غالقتها وكذلك وزارة الصحة نقابة الأطباء ووزارة الصحة وظيفتها أنه تفتر على المراكز التجميلية وتشوفها إذا مخالفة للتعليمات كعمل وكأجهزة وكأشخاص هل هذا النقابة أو من الوزارة؟ النقابة النقابة طيب الشي تسوي تكتب إلى الجهل اللي يجب أن تفعل هذا الأمر وتشمع وتسد لأنه حدودنا من ندخل ودخلنا من ندخل عندما مراكز تجميلية تشين وتشين وتشين وتعالى مخالف التعليمات المركز الفلاني مخالف التعليمات غلق 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 جبنا كمية من الأوراق ودناها إلى الجهل اللي يجب أن تفعل الأمر وتغلق اللي هو الأمن الاقتصادي لكن الآن أمن الاقتصادي أمن الاقتصادي نعم نعم قالت كلية تروح كل الأوراق وين تروح تروح للجهل مختصة بالغلق إذن الجهل مختصة بالغلق يجب أن تغلق الآن عندما أدخل أشوف مثلا المركز ما وجوده مخالف للتعليمات وما مغلق الخلال ليس في النقابة لو ترجع النقابة يعني كان جيبت لك إش كم مركز سادين إحنا سادين لحد لأن بال42 مركز في داخل بغداد غرقيا لكن إحنا ما عدنا صلاحيا نجي نسدها ونشمعها أنا موجهة أمنية أما جاءتهم النقابة لكن هو كل طبيب يعمل لازم يكون راجع إلى النقابة أن هذا القصر لأنه بعض الأطباء بس المو أطباء بالمركزي أساس المو أطباء مو أطباء لما تغلقوا تابعوا مرة ثانية ترجعوا له نعم نعم أكو كتب مؤكدة لأربع مرات ولأربع مرات ودناها على الجهة التي يجب أن تفعل هذا الأمر طيب وإذا المركز خل أرجعنا حتى ما أبتعد عن الأخطاء الطبية إذا الشهادة يعني مركز مرتوح بشهادة الطبيب والعاملين ليسوا بأطباء ممنوع لأن تعليمات لا تجيز هذا الأمر تعليمات لا تجيز هذا الأمر أبدا لا تجيزه وأني حقيقة لو جاي بالأوراق اللي روي الكام يعني هي المشكلة المشكلة أنه هي يعني إحنا مشكلتنا حتى بالقانون يعرف الأستاذ نوبات قانون يقر من جهة برلمانية من تجيزة فعلة ما أحد ما يفعله ليش للأسواب والأعذار وكذا نفس الحالة يعني إحنا لامتا كان نقابة أطباء نظل نغلق أكو مركز غلقنا ست مرات وطلع تشوفها مفتوح يابا إحنا ما عدنا صلاحية ما عدنا صلاحية إحنا نجيز أنا إلي حلقة إلي حلقة مستقبلا دكتور مبين إلي حلقة مستقبلا نعم مراكز التجميل أجيب لك نوضحه إن شاء الله يكون هنا حديث أكثر دكتور مبين علي عضو نقابة شكرا جزيلا كمان أشكر الأستاذ أمير الدعم خبير قانوني شكرا جزيلا كذلك عبر أقمار أنمار حيدر نعم دكتور ميريد يقول إحنا نقول ضحايا وصار سجال بين القانون والنقابة للطباء لكن رحم الله الوالد إلى جنات الخلد إن شاء الله مشاهدينا